اشتركوا في القناة الى ان يتعافوا ويتماثلوا لشفاء وقد استمعت وزيرة الصحة للمرضى وحديثهم حول الحادث والعلاج الذي تلقوه واثنت الوزيرة الصالح على الجهود الجبارة التي قم بها منتسب وزارة الصحة مؤكدة على توجهات الحكومة الرشيدة لتقديم افضل خدمة الصحية لارعاياها اينما كانوا تأتي ضمن الاولويات ويتم الالتزام بها وتوفيرها بالشكل المطلوب لضمان وصول كافة الاحتياجات الصحية للمرضى والمصابين بدوره اشار وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع الى تفعيل الوزارة خطة الطوارئ العاجلة بعد وقوع الحادث الاليم وذلك لتقديم الدعم والمساندة لجميع المصابين والتنسيق مع الجهاد ذات العلاقة لتقديم افضل رعاية صحية حتى وصولهم للديار سالمين بين اهلهم وذويهم